السلام عليكم ورحمة الله وصلاة والسلام على أشرف المرسلين مرحبا بكم معي فيديو جديد ووصفة جديدة وكنت سمنا من الله هذا الفيديو هذا يلقاكم في أحسن الأحوال اليوم إن شاء الله غدينتقص معكم كيك يومي عالي غير بتلسدير الغيضات ناجح كي يجي مفشفش وعالي من آلد وأروع ما يكون مكونات بسيطة جدا ومتوفرة في كل بيت إن شاء الله غادي نشارك معكم جميع الأسرار باش ينجح معكم من أول شريبة كيما كتشوفوا معي كي يجي اللون دياله زال خطير اللون مواحد من برداء والخفاء ما نعودش لكم كي يجي خفيف بحشكل الريشة وإذا عجبكم هذا الفيديو هذا فضلا وليسا عمرا ما تنسوش أنكم مرتاجوا مع الأهل والأحباب ما تنسونيش من وحد جيء اللي يتشجيع وما غاداش نطول عليكم غادي نخليكم مع المقادير وطريقة تحضير وفرجة ممسعة بسم الله على بركة اللي عندي فهذا البول هذا غادي نحتاج ثلاثة ديال البيضات سيكونوا بدرج حرارة المطبخ ومن مكونات كامل اللي غادي نخدموه بيوم هذ الكيك هذي يكونوا بدرج حرارة المطبخ بالنسبة للحجم ديال البيض البيض عادي متوسط ماشي كبير بزاف وماشي صغير نحتاج واحد الرشة ديال الملحة وواحد الكيس من السكر الفاني وغادي نحتاج واحد الكاس ديال العنباء ديال السكر الساني دي يكون ناقص واحد السانسيب هاكا ثفيك نطرب مزيان أول مرحلة غادي نطرب مزيان هذ البيض مع السكر نحتاج كي تضاعف لي الحجم دياله وكي بياض اللون ديال البيض من بعد غادي نضيف واحد الكاس ديال الزيس والعبار المكونات كاملين عبروهم بالكاس ديال العنباء بالنسبة لهذا الكاس هذا حتى هو يكون ناقص واحد السباع او واحد السانسيب كنضيفوه على دفعات وانا كنت طرب بشكل موضح في الفيديو حتى كي نساجم لي ايادك الزيس مع المكونات مع البيض والسكر مهم ما كيبقاش يبالية في الجناب غير ما نبالغوش في التطراب مهم غير يبالية سافي الزيس مبقاش كيبان في الجناب نساجم مع الخالط ديال البيض والسكر سافيه نحبسو التطراب ولكن في اول مرحلة ضروري تطربوه مزيان دك البيض مع السكر حتى كي يضاعف الحجم دياله سافيهن هيا غادي نضيفوه حد الياغورت ببنك هادي الفاني ممكن نضيفوه حدنك هادي البانان اللي بغيتو اما الفاني ولا البانان سافيه دبا غادي نحايد الطراب الكهربائي وغادي نخدم غير بالطراب اليداوي غير جربو هاد المكونات وبهاد طريقة غادي نتحصلوا على واحد الكيك وما عمركم داشتوه في حياتكم انا متأكده بالنسبة الناس اللي ما كينجحش معاهم الكيك الناس اللي كينجح معاهم الكيك يعني هادوك ما كان هادروش اليوم هادرو غادي عن ها المبتدئات والنات اللي ما كينجحش اليوم الكيك سافيه عندي بالنسبة للطقاء هاد الخالط هاد اخذ ليه جوج ديال الكيسان اونس والعبار دائما بالكاس ديال العلبة اه وعندي واحد كاس العرب ديال مويم كتر من نص كاس مويم كاس العرب باش منضوخكوش كاس العرب ديال الحليب حليب عادي بالنسبة للحليب والطقاء كن بقوا نضيفو فيه بالتناوب كنضيف شوية ديال الطقاء وكنضيف واحد شوية ديال الحليب وأنا كنحرق أو كان خلط كندخل فاذاك الدقاء حتى كنكمل لك الكميه ديال الطقاء مع الحليب كمشيو التدريجيا حتى كنكمله الضقاق والحليب بها الشكل هادا اللي موضح في الفيديو المهم بالنسبة لها المرحلة هذي راني ما مزربش الفيديو اصلا فيديو مجاش طويل بالساف يعني في سبعة ديال الضقاق ماشي يعني ما فيش مدة طويلة كنظن انه ما غديش يكون موميل مهمة لغير كم غيرنا يعني نشرح مزيان باش كل شي يستفد وبنسبة لبنات مبتدئات وإن ثاني لاجرب شي حاجة تنجح معاه هنايا غدي نضيف جوج ديال الخمارات الموية من مجموع 16 جرام كل الكيس رفيه 8 جرام ضروري نغرب له الخميرة أفو غدي نضيف الحليب اللي بقى لي ما زال طبعا غدي ندخل هاد دقيقه والخميرة القاوم ديال هاد الخالط هاد را كيكون شوية دقيل ولكن النتيجة ديال الكيك من اللي كالطيب راكي يجي اخف من خفيف يجي بحال الريشة ضروري حسكم تجربو غير تبعو بطريقة ان شاء الله غدي نجح معاكم من اول جريف وغدي نتحصلوا على واحد الكيك من قاند واروع ما يكون انا متأكدة بالنسبة لناس انا كنأكد الفيديو هذا البنات اللي مبتدئات اللي مكن ينجح ليوم الكيك غير جربو هاد طريقة هادي ان شاء الله خدمو به هاد طريقة و بهاد المكونات وطبعو انها صائح ان شاء الله غينجح معاكم عندي هناي المول اللي هنسو ببزي بدور الشيطة بالتقيق بالنسبة للقطر ديالو 24 سنتيم القطر ديال هاد المول هادا ملي كنخبير خالات كنخبير خالات و ادي مهزوز الفوق مباز كنخبطت هاكا المول مع سطح العمل واحد جوج هاكا جوج خبطات كيخرج لنا ذاك الهواء سافي وكن ناخد هناي واحد الموس او كندير هاد الحيلة هادي كي مش معين اللي ممتها في الفيديو سافي بالنسبة للفران اللي سخنته غير 5 ديال دقيق حيس عندي فران ديال القيس وصغير كيس حندقية سخنته غير خمسة ديال القيس فقط سافي كن ملي سخلي الفران ديك خمسة ديال القيس دخلت المول فرر فلوس يعني نعافيها تحت من تحت من كيكا النار كتكون متوسطة ماشي مهيلة بساف مو متوسطة زيدة واحد مغيزة على مهيلة خذها هي خمسة واربعين دقيقة سافي حتى كتبالي الكيكا دوزن ساعات باش ممكن نحلو على الكيك حتى بعن ثيارة نفخات وبدأت تحمل كيدور حتم على الوجه بدأت تتحمل حتم من الوجه صافي عد باش حليت عليها وهبطتها لتحت كمنة دكت حمر من الوجه ديالها صافي اخرجتها خليت تحت دفت عد باش ديموليتها وهنا هدو وشكل نهائي كما كتشوفو انا مزينتها موال ولا غير شكل ديالها كيجي كيحمق يعني ما كتحتاش قاعد زينوها واللي بغي زينها ممكن زينوها بالطريقة اللي كتبغي وتغول اللي كتعجبكم كتجي خفيفة وشيشة كتدفل في ممكن تمنى الفيديو اشتركوا في القناة